أحمد يقول هل لمس جسم المرأة من زوجها لا ينقض الوضوء؟ يعني فكرة أنه اللمس ينقض الوضوء لمس المرأة ينقض الوضوء أيها اللمس الذي ينقض الوضوء هو لمس الأجنبية ولمس الأجنبية بباطن الكف يعني واحد سلم على امرأة أجنبية بيده هكذا وهي أجنبية عنه يعني مش مرأته ولا أخت ولا أمه ففي الحالة دي وضوء ينقض طب لو أنه هو ماشي بكتفه كده خبط في وحدة ما فيش مانع ما وضوء ما انقضش ولا حاجة لأنه ما فيش تلامس بالكف طب هو لمس بكفه كتف وحدة ست وهو ماشي لقاها تقع فسندها برضو وضوء ما انقضش ولا حاجة لأنه ما فيش تلامس بالكف طيب وهكذا إذن الملامسة هنا إنما هي التلامس بالكف يعني السلام على امرأة أجنبية وهذا طبعا ما عليه مذهب الشافعية لكن الأحناف يتوسعون ويجعلون المقصود بالمس في الآية أو لامست من نساء الجماع وعليه فمن سلم على امرأة أجنبية فإنه لا ينتقد وضوءه ولا شيء عليه وضوءه صحيح وكان مشهور في السينما المصرية كانت دايما تجيب الكلام ده في الأفلام وتقول أبو حنيفة قال ما ينقضش فاللي عايز يمشي على مذهب لأنه أبو حنيفة هذا جائز لا شيء فيه وهو مذهب معتبر وبيحل مشاكل الناس فينفع أن احنا نجعل لمس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء يعني بالسلام على مذهب الحنفية ونصلي وما فيش حاجة تحصل ولا حاجة